اصدقائي اهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تيفي لا تنسوا تركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وعملوا لي لايك للفيديو وانشروا بين رفعاتكم رح نحكي اليوم عن مسلسل الهيبي جزء الخامس ابرز الاحداث ونهاية جبال بهذا الجزء وموعد العرض يبدو ان مسلسل الهيبي جزء الخامس رح يكون مختلف عن اجزاء الاربعة اللي عرضت خلال الاعوام الماضية ولاء متابعة كبيرة بالوطن العربي كشفت مصادر عن تغيرات جديدة رح تغير من حلة مسلسل الهيبي اللي تابعوا الكتيرين بمواسمه السابعة واحدث الكتير من الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة الدور والشخصية اللي اطلق عليها لقب جبل شيخ الجبل اما عن موعد المسلسل آلة الشركة المنتجة انه هي ابدت اهتمام اكتر بالاعمال الثانية على حساب مسلسل الهيبي واللي بات معروف انه بنعرض على منصة الشاهد الالكترونية وقنوات ام بي سي خلال فصل الخريف وبحسب المصادر رح يلعب النجم عبد المنعم عمايري شخصية الند اللي بتصارع جبل شيخ الجبل تيم حسن ليكتبوا سوى نهاية قصة الهيبي الاخيرة بالاضافة للنجم سوري اتاني ما انكشف عن اسمه بعد ورح يشهد المسلسل عدد من التغيرات في القائمين على المسلسل والابطال حيث رح تقوم الفنانة اللبنانية امي صباح هذا الموسم بدور البطولة النسائية وكانت اعلنت هذا الخبار قبل شهر كما انه هذا الجزء بيشهد خروج شخصية صخر اللي ادم الفنان السوري ويسم خلالاتي بالاجزاء الاربعة السابعة بعد مقتل الشخصية بالحلقة الاولى من الجزء الخامس وجاء خروج الشخصية بسبب خلاف بين مخلالاتي وبعض صناع العمل وكشف المخرج السوري سامر البرقاوي عن انطلاق تصوير جزء الجديد من المسلسل السوري اللي حاز على شهره واسعة بوقت قياسي واحدثت كتير من الجدال بين متابعيه واكد المنتج صادق شحادة بمنشور له على صبحته الشخصية بتويتر بدأ تصوير مسلسل الهيبي بجزء الخامس واللي بيحمل عنوان الهيبي الجبل وبحسب شحادة بتكتب هاي النسخة من المسلسل نهاية قصة عائلة الجبل للأبد حيث رح يكون هذا الجزء هو الجزء الأخير